أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو مع إلزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار البيع على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرش للرغيف زنة 45 جراما و75 قرش للرغيف زنة 85 جراما وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما وأحد عشر جنيها ونصف لكيلو الخبز المعبأ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرش للرغيف زنة 40 جراما و 75 قرشا للرغيف زنة 80 جراما وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حقهم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه